أعلنت دولة الإمارات أن عدد الوفيات قراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع قد ارتفع إلى أربعة وذلك بالإضافة إلى إغراقها للطرق والتسبب في تكدس الطائرات في مطار دبي الدولي دربت العاصفة عمان أولا وذلك في مطلع الأسبوع وأدت إلى مقتل عشرين شخصا على الأقل قبل أن تجتاح الإمارات وتتسبب في هطول أغزر أمطار منذ خمسة وسبعين عاما منذ بدء توثيق معدلات هطول الأمطار